في السنوات الأخيرة صارت المكملات الغذائية درجة بشكل كبير يعني بصراحة كل ما نشوف حدا عم نشوف عم بياخد مالتي فيتامينز ويلا قد ما فيك شيل تتسوى بكل بساطة ويلا ما في يعني كل ما بدك ناقصك يعني يعني خد هاي معنى يعني هاي المالتي فيتامينز عم نشوفها موجودة بكل المحلات عم تمبكة ممكن حل مشاكل البشرة والشعر وتركيز يعني على كتير مشاكل الثاني ممكن هي تحلها ومع زيادة الطلب على المالتي فيتامينز اللي مني نحكي عليها شركات كتير دخلت هالمجال خصوصا من أمريكا يلي لحالها ساهمت بربع المنتجات المباعة عالميا سنة 2023 صحيح سهاء التخديرات بتقول انه سوء المكملات الغذائية العالمي قدر بأكثر من 177 مليار دولار أمريكي سنة 2023 بمعدل ارتفاع سنوي نسبته 9.1% يعني ارتفاع كتير كبير يمكن هذا الشي لأنه ممكن فينا نحكيها يا زاد الوعي عند الناس بصحتهم وبشرقهم أكتر وممكن نحكي ساروا مهوسين شويتين أكتر بهذا الموضوع يعني العالم صارت بهتم كتير انها تحارب الشيخوخة والتجعيد يعني العالم عم بتدور على البرفكشن بصراحة يعني بس هل يا ترى هل عن جد هاي السمبليمنز والمالتي فيتامينز اللي بنحكي عنها مفيدة عن جد وهل هي قادرة فعلا انها تكون بديلة لمصادر الطبيعية مثل الخضار والفواكه نستقبل معنا بالستوديو الدكتور يانال سلام أخصائي بالطب الباطني أهلا وسهلا فيك دكتور يعني دكتور نحن بنرحب فيه في دردشات ونحن اليوم مخصوص نطرينك حتى نفهم شو قصة السمبليمنز والمالتي فيتامينز وقديهم علاج سحري وحل سحري لأينا واللهي المقدمة اللي حكيتوها كثير حلوة لأنه الحقيقة كل الناس متل ما حكيتوا عم تبحث عن المالتي فيتامينز للأسف في عبارة عن موضة جزئيا الجزء الثاني أنه الواحد لا يريح ضميره لأنه صار يعني اللايفستايل تبعنا سريع كتير فمنطلع منأكل فاس فود كتير منأثر بأكلنا فالناس بتعتقد أنه أنا من خلال الفيتامينات المالتي فيتامينز بعوض عن هذا الشيء طبعاً هاي اعتقاد للأسف خاطئ لأنه مثل ما ذكرتوا الناس بتطلع على الشيخوخة على السرطان على أمراض القلب في دراسات كتيراً عملت على هالموضوع على مدى عشرات سنين ولقوا أنه اللي بيأخذ مالتي فيتامين مقابل يلي ما بيأخذ مالتي فيتامين ما بتحميه من أمراض القلب ما بتحميه من الشيخوخة المبكرة ما بتحميه من فقدان الزاكرة المبكر والخرف المبكر بأحلام العالم هلا لا أنا عموفر مصرياً اللي نخفف هال 177 مليار دولار اللي عم تروح على مالتي فيتامينز ممكن بأغلب الحالات ما يكن لداعي أصلاً المريض يأخذه وهلأ مو بس عم نحكي عن حبوب عم نحكي عن بعض الأحيان الـ IV بالوريد وهي كمان موضة منتشرة حالياً وفعلاً إذا بتسمع الفيدباك تبع المريض بيحكي لك إنه لا فعلاً أنا أخدته وتحسنت أخدتها الـ IV دريب وتحسنت في حتى بعض الـ SPAS ومراكز التجمير بيعملوا IV دريبس يكونوا مالتي فيتامين ديتوكس دريبس ومدرش المريض بخافه كثير أسماء هيك أسماء حلوة بتعمل انجزاب أو اتراكشن للبيشن لكن هي فعلياً ليش يحس المريض بتحسن؟ نفسياً هل نحن نحن حدا على المستشفى غير نفسياً إنت لو عطتيه مي وملح هذا المغزي اللي نحن نسميه الأطباء المغزي بيكون مرضان عنده فلو وعنده شيء من نزله بيأخذ هذا المغزي بحس حاله تنشط والمغزي هات شو مي وملح؟ فهو إذا اننا له فيه فيتامينز كمان يعني هو المي وملح نفسه سينشطه لأن انت سوائل تحطيها بالوريد بالآخرة فكمان هاتول الشغلات مثل ما قلت هاتول موجودين أكثر بالكوزماتيك كلينيكس أو أكثر من المشافي والعيادات الطبية الفعلية الناس مين اللي لازم ياخد المولتي فيتامينز؟ هذا هو السؤال لأننا نعرف العمر اللي لازم اللي نفترض مجازاً أن المولتي فيتامينز نحن بحاجتها وعن جد نحن لازم ناخدها شو طبيعة المولتي فيتامينز اللي ناخدها المولتي فيتامينز كلمة فاضفاضة كتير لأنه فيها كتير فيتامينات نحن منركز على فيتامينات معينة الفيتامين دي من الفيتامينات الكتير مهمة خاصة اللي عمرهم فوق الخمسة وستين في دراسات أنه بمنع يعني أنه تمنع أن المريض يوقع وتعمل هالوقوع كسورات معينة فهدول لازم نفحص لهم الفيتامين دي ونعمل لهم ونعوض لهم بالجرعة المناسبة على حسب الناس الفيتامين بي 12 مفيد جداً للأعصار اللي عنده مشاكل بالأعصاب اللي ما بيأكل أسماك أو لحوم أو هاي المفروض يعمل فحوصات الفيتامين بي 12 وياخد سبليمتز للبي 12 اللي تعوضي جسمه عن هالموضوع هلأ فيه شغلات تاني لش كما نحزب من الملتي فيتامين عندك فيتامين متل فيتامين اي مفيد للكبد أحياناً للبشرة لهالأمور شو مشكلة الفيتامين اي فيتامين اي في دراسة عنه إذا أخذ فوق جرعة معينة ممكن هو نفسه يسبب سرطانات وممكن هو نفسه يسبب موت مبكة ملتي فيتامين اي تحديداً لازم يتخذ باستشارة الطبيب كل الفيتامين باستشارة الطبيب ولكن زيادته ممكن على سبيل المثال سبب حصوات بالكلاوي خاصة للناس اللي عندهم استعداد للحصوات بالكلاوي فبالتالي البالنس هذا التوازن اللي عندنا بالفيتامينات جسمنا لازم نحافظ عليه وما ناخد شيء إلا إذا هو فعلاً أو فعلاً عندنا نقص فيه لنعود جسمنا الحل المثالي الناس اللي هلأ صعب تساويه بس لازم تساويه هو الأكل المتوازن نحن مثلاً نحن نحن نتحدث أخبار منيحة على الناس لكي لا يكتقبوا كثيراً التوازن من أفضل الكثير من الأفضل مضادات الأكسد هل نحن نستبدل المالتي فيتامين بالأكل الطبيعي؟ يعني إذا أنت تقول أن معظم يتخذوا عن عمر كبير هل إذا زبدت الدايت كفية ولا كمان لازم يأخذ لا الدايت هو الأساس الدايت هو الأساس إلا إذا في ناس عندهم مشكلة بالامتصاص مثلا عندهم دائكرون عندهم تقرحات بالكولون عندهم مرض السيليا كاليصاب مشهول هو حساسية الجلوتين هذا ممكن الامتصاص من أمعاؤن ما يكون كاف فبالتالي بيحتاجوا سبليمت سطول الوقت أو آي في أو الى آخرين بس عموما الأكل ومو متما تغيرين بس الأكل اللي هو بروكلي والشغلات اللي ممنك ليوميا هي اللي فيها هدوه طبعا ولكن حتى الأكل الطيب الدورك شوكليت فيه مثل ما حكينا البزر دوار الشمس غني مكسرات المكسرات مكسرات مكسرات حسنا ففيه شغلات بتبسط مو كل شيء فبندنا ندير بالن أهم شيء انه ناخد كل شيء مثل ما حكينا حسنا بس دكتور بصراحة لما نقعد نحنا بدنا ناخد ملتي فيتامين أو حتى الفيتامين بشكل منفصل عم نقرأ كثير يعني بنحكي انه مثلا تحديدا فيتامين دي فيتامين بي 12 كثير الجسم بيستهلكهم وبرضو الصعب الواحد يحصل عليهم فأدي فيها ريسك انه الواحد ياخد هدولة تحديدا الفيتامينز بدون ممكن استشعال طبية أو تحليل طبية أوكي هل الفيتامين بي 12 عموما بيطلع بووتر سوليبل فبيطلع بالبول فأي زيادة فيه عادة ما بيسبب توقسيستي زيادته فأي زيادة ممكن يطلع بالبول فهو يعتبر عموما من الآمنين ولكن طبعا نرجع انه لازم نعمل فحص لإله لنشوف قديل جرعة المناسب للمريض الفيتامين دي كمان عموما آمن ولكن زيادة الفيتامين دي ممكن ترفع لنا الكالسيوم لأن الفيتامين دي بيدوب بالشحوم بالدهن فما بيطلع بسهولة من الجسم ممكن يرفع لنا الكالسيوم ويمكن تصير بحالات نادرة جدا بس ممكن يصير تسمم منه بسبب ارتفاع الكالسيوم الشديد عن بعض الناس وشفناها عند بعض المرضى اللي عم يأخذوا جرعات عالية كتير الفيتامين دي طبعا نحن الأساس تبعنا أنه نتعرض للشمس صح 80 إلى 90 بالمئة بيأتي من التعرض للشمس لأنه الجسمنا بنتج فيتامين دي وبتحول للأكتف فون من خلال الشمس و10 بالمئة لـ 20 بالمئة بيأتي من الغذاء اللي هو منتجات الحليب السالمون الأسماك كمان غنية بالفيتامين دي شكرا كتير لك دكتور يعني كتير استفادنا منك يعني نحن ما في غير نأخذ فيتامين زو هالسابليمنت لهيك لازم نذهب للدكتور بالأول نشكرا لك دكتور كنت معنا في دردشات نورتنا وشكرا على الملوات اللي عدتتني هاليوم شكرا